ومناسبة الثلاثة فتوح والزناري ومحمد صبحي تفتكر على حسب معلومات أو حسب توقع أو حتى رأيك الثلاثة ممكن يرجعوا يلعبوا الزمالك تاني؟ ما عنديش معلومة بس ممكن لقول رأيك أو توقع السير الأحداث يعني الزمالك تحسوا بالنسبة يعني الزناري وصبحي مش باكي عليهم فتوح عيني فيه بس هو مش مالك ممكن نقول لي فتوح إذا مالك فشلت الوردة فلجأ إلى الرمح أنت دائما كده يعني حاول البداية كلها كانت بالوردة في الأول وفتوح ابن النادي وإن شاء الله يبقى موجود وحش تحملك وحش عنك وحش بقى موجود أكيد وكذا وتقدم له عروض فشلت لغاية دلوقتي فبيلجأ للوية التاني طبعا أنا بقى حجمدك تتحرم من المنتخب عشان كده كان انضمام المنتخب مع روي فوتوريا يمكن صادم للناس في النادي الزمالك فأعتقد أن يعني ده الوجه الآخر بقى اللي هو أنا حضغط عليك بأن أنت مش هتشوف الملعب غير لما تجدد أنا بقول لا هي لا لها علاقة لا بوقف شهر ولا مش بوقف شهر يعني فتوح الموضوع بالنسبة له أعتقد جدد في الزمالك ممكن يجدد على فكرة ويتباع يعني ممكن ما يكملش يعني ممكن برضو يعني لأن ممكن لو جددت له ودفعت مبالغ كبيرة زي اللي هو طالبها فالحالة دي هتحاول تعوض المبالغ دي عن طريق تطلعه سنة تطلعه كذا أو تبيعه بس بلوقها بقى أعلى يعني دلوقتي حتى أنا حسن ما سمعت العروض اللي بتيجي للناس الزمالك للشراء فتوحه أوليلا أوليلا جدد عشان قراجل فادله ستة شهور لكن لما هتبقى مجدد له مثلا تلت سنين ولا حاجة فممكن أنت هتحكي ويهل هيخليه جدد وأنا بقى لي ستة شهور حكتين أنت ممكن يكون أنه هو عايز يرجع المنتخب تاني وخصوصا فيلعب وممكن يكون عادي جدا أنه هو مثلا مثلا يعني هو مش مين اللي حيجيله السنة الجاية هو لو جاي له حد حيجيله مثلا في يناير فممكن الزمالك يرفض العروض لو هي مش متناسبة مع قيمة النادي عائزة فهي جمد ففيه ساعات هربا من التجميد يختار خيار زي التجديد وخصوصا لو وممكن يبقى التجديد على فكرة من غير بيع يعني ممكن التجديد ويكمل في النادي اللي أنا أصدي أنه لو اتحطت التلاتة أكيد التلاتة مش مصطرة واحدة يعني أعتقد أن التلاتة فتوح بما يمثله أنه لعب دولي ولعب مهم فهو بالنسبة لإقدارة الزمالك أعتقد يعني العنصر الوحيد اللي ممكن يبقى فيه أصوات زي ما فيه أصوات بتطالب بالشدة جدا معاه وعدم دخوله النادي تاني دي أصوات موجودة ممكن تكون فيه أصوات تانية شايفة أنه ما ينفعش لعب بحجمه وفي سنه وكذا أنه يبقى متاح وخصوصا للانتقال لو تم للغريم اللي حيبقى مؤلم دي حاجة طبيعية وخصوصا أنه حيبقى الصفقة الثالثة بعد كهرباء وإمام عشور ففي الحالة اللي زي دي حيبقى الموضوع بقى عجبة بأنه هو تدرق خلاص أن اللعب بقيت عادي جدا وبيروح وكذا وكذا فممكن ده ما يكونش مقبول عند الجماهير عند جزء من الجماهير أنا ما قدرش أتكلم وأقول الجماهير على فكرة طبعا إن الجماهير في الموضوع ده أراء مختلفة تماما فيه جماهير على أقصى التشدد إنه هو ما يفعش يمثل ويليل بيستشيرتنادي الزمالك تاني استعداد إنه هو بالنسبة له لعيب الكرة التصرفات كل ده مش مهمة وحيتنسى وقاول منزل الملعب تاني ويبقى كويس كل ده بيتنسى وبيرجع يكمل وحيديك بقى أمثلة بقى بلعيبة كتير كانت موجودة وراحت وسفرت وجاد وأول ما بيلعب وبيحط رجله في الملعب وبيبقى كويس الجمهور بتاع آخر حالة يو أر جود أزل يصف جرس جود إنت معني رأي أنا مع الرأي اللي هو أن اللعيب لهو جيد فنيا وانت شايف إنه هو يفيدك فنيا على الأقل لسنتين ثلاثة تحتفظ بي أنا ده المعرضي المغطر فنيا يعني والله رأي إنه ما يكملش ما يكملش لا ما يكملش آه يعني مش يعني أنا شايف فتلعب كبير طبعا لعب كويس لكن لا يعني رقم واحد أنا شايف إن الزمالك مش حملة أصلا الفلوس اللي طالبها فهتروح دلوقتي يعني أنت النهاردة بتطلب مبلغ خيالي حتى لو أنت محتاجها قوي لأ محتاجها لما هروح أشتهي لعب زي الأيسر هدفع فلوس كتير برضو ما أنا ممكن أطلع على الناشئ عادي أنا كنت جاب فتوح بكاما ما قلناشئ بتاع حتم سكرة كابتين كاري ما ما تشوف غيره يعني تشوف غيره يعني لكن النهاردة ما فتوحك جابه بكاما هستحمل وقت الدين أنت فتوحك كنت جابه بكاما فتوحك جابه هو كان الباك رقم ثلاثة في الزمالك وفضل يثبت نفسه لما بقى الباك رقم واحد في الزمالك ومنتخب مصر هي دي الفكرة خلي بقى لك هو ده اللي بيفرق هو ده اللي بيفرق إيه أنا يعني مش عايز برضو جمهور الزمالك يزعل لأن ده حقيقة بقى أنا عجبني قوي خليفة لما قال النقطة مهمة جدا قال لك أن الجمهور مش بس جمهور الزمالك أي جمهور في الدنيا بينقسم في الأراء يعني شوف أنت قلت رأي وخليفة يقول رأي وأنا أقول رأي يعني هو ده الطبيعي والمنطقي والمناس ما فيش رأي صحي في المطلق في كل الأراء ديت أنت ممكن تختار أي واحد من 3 وما يكون صحي يعني أنا لو مسؤولي النهاردة لأ هقول لها طب أنا أسيبه كده وخلاص لأ طب أنا حاول أجددله بشتى الطرق وأعمل وأخد كارت الضغط إنه أنت لازم تكون موجود في المرعب فتجددلي عشان أقدر أستفيد منك فهي بتختلف من شخص للتاني لكن أنا أكلمك على قط اللبس قط اللبس بتفرق كتير جدا وخصوصا في ناتذ الزمالك ناتذ الزمالك لما يبقى في الاتزام برة بتلاقي الأمور ماشية بشكل كويس جدا أول ما بتحس إن في هرج ومرج ما بتحس إن في حالة ترخي شوية كل ده بأثر على العباء في الملعب فأنا شايف إن الزمالك محتاج الاتزام شوية أكتر من الصفقات وأكتر 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 آه كل دي عاون مساعدة لكن في الأساس لو أنت ما حطتش حجر الأساس بتاع إن الزمالك أو اسم الزمالك أكبر من أي حد صدقنا الأمور هتخرج عن السيطرة